الرئيس سيسي يهنئ البابا توضروس الثاني وجميع أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد على هامش القمة الإسلامية بجنبيا شكري يطلع نظيره الإيراني على جهود مصر للوصول إلى هدنة ووقف كامل ودائم لإطلق النار في غزة بالتزامن مع استئناف مفعوضات الهدنة في القاهرة قوات الاحتلال تواصل عدوانها في أنحاء غزة والفصائل تستهدف القوات المتمركزة في محور نتريبة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة هذا وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطساب التمنيات لقداسة البابا توضرس الثاني ولجميع الأخوة الأقبات مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ داعيا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصارتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقبات وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز كما أرسل الرئيس سيسي برقية تهنئة إلى أقباط مصر في الخارج ناقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة وفي برقيته أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمانياته للمصريين جميعا بمستقبل واعد في ظل تآلف نسيجه وتلاحم الروابط بين أبنائه وذلك بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة وفي برقيته أعرب رئيس مجلس النواب عن تمانياته بأن يديم المولى عز وجل على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام مؤكدا التقدير الكبير لجهود البابا توادرس الثاني في ترسيق قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيمة وأعرب الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته عن اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا توادرس الثاني الوطنية التي تؤكد دوما أن شعب مصر بمسلمه وأقباطه نسيق واحد يجمعهم وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزخر المجيدة كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بالمناسبة ذاتها أقامت الطائفة الإنجلية لاحتفال الرسمي بعيد القيمة المجيد وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجلية تضمن برنامج الاحتفال الصوات الافتتاحية ومجموعة من التارانيم بحضور رئيس الطائفة الإنجلية في مصر الدكتور القص أندريا زكي وقيادات الطائفة والضيوف والمهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العمى جاين نقول للأخوة الأقباط كل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد القيامة نسأل الله عز وجل أنه يديم علينا الأخوة والسلام وأن ينعم على أمتنا بالاستقرار دائما اللهم أمين نحن المصريين كلهم ونقول يا رب يجع لأيام كل مصر كلها أفراح ويبعد عن العالم الحروب والحاجات الصعبة اللي احنا بنشوفها دي طبعا كل سنة وإخواتنا الأقباط بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد احنا بنستغل هذه المناسبات أن احنا نتبادل التهاني ونشارك بالحضور وبكل أنواع المشاركة ده بيعبر عن أن احنا نسيج واحد ومصر بلد المواطنة والحقوق بين المواطنين جميعا متساوية والحقيقة أنا شخصيا مواظب على حضور المناسبات الدينية لأن بتجمعني بالإخوة الأقباط يعني علاقات طيبة كل سنة وكل المصريين طيبين في أحسن صحة وفي أحسن حال بنتمنى أن بركة أيام العيد تعم على كل المصريين في كل ربوع مصر واللي يهمنا أكتر وأكتر أنها تعم على كل فقير وعلى كل مريض على كل مسكين على كل واحد في مشكلة أو في تعب تكون الأيام دي تأيام بركة أو تكون سبب لفك كربه أو ديئه وأن كل العقلات المصرية تعيد بفرح وسعادة أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية حيث تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان هذا وقد توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال معربا عن تمانياته لمصر بالخير والأمان تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغله تجريبيا مشيرا إلى أنه يحرص من خلال زيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات سعيا لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية وعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء ومرافقه وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة كما تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة ومركز خدمات مصر ثم الحديقة المركزية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع واحد تجليل الزيوت العطرية والأعشاب منطقة رأس كندي بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وخلال تفقده أرجاء المشروع استمع مدبولي إلى شرح حول المشروع الذي يستهدف تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء وهم المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال هذه النباتات والأعشاب هذا وتفقد مدبولي استفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة زهرة سيناء وبرج مراقبة الطيور المهاجرة ومنطقة بحيرة الأكسدة والقرية التراثية ومضمار الهيجن ومركز الرصد الأمني الموحد يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مدينة بنغول عاصمة جامبيا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا وانطلقت القمة اليوم وتستمر حتى الغد تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة وأضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية بالأضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية كما ستناقش القمة أهمية نبذة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضرات وثقافات والشعوب وعلى هامش عمل القمة الإسلامية بيجام يلتقى شكري وزير خارجية بنجلدش حسان محمود حيث بحث مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى ترفيع العلاقات عن طريق تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات وأبدى شكري اهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية الحرة بمصر كما تبادل الوزيران الرؤى إذا أعدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وجهود مصر لحلحلة الأزمة فضلا عن التوترات في إقليم البحر الأحمر وتداعيتها على حركة الملاحة والتجارة الدوليين واتفقا على مواصلة التشاور للحفاظ على وطيرة التواصل بين الجانبين وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية المشتركة أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيراني حسين عبداللهيان على الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر دهم وشدد شكري خلال لقائه بنظيره الإيراني على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العجلة بشكل كامل وآمن ودون عواءق كما حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبدل الأسرة والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار موسيقى 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 افادت وكالة رويترز للانباء نقلا عن مسؤول في حركة حماس ان مفاوضي الحركة وصلوا الى القاهرة لاجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في غزة ربما تتضمن اعادة بعض المحتجزين لدى حماس الى اسرائيل هذا وفد مصدر مسؤول رفيع المستوى بان هناك تقدما ملحوظا في مصار المفاوضات مشيرا الى توصل مصر لصيغة تواثقية حول عدد من النقاط الخلافية اكد مجلس الامن الدولي انه سيعقد خلال الاسبوع الجاري اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة بطلب من جمهورية الجزائر هذا وطلب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتاريش باجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة وهما مجمع شفاء الطبي بمدينة غزة ومجمع ناصر الطبي بخانيونس حيث تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء والعثور على اكثر من 500 جثمان بينما تم اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي وعثر على 395 جثمانا منذ العضوان في السابع من شهر اكتوبر الماضي اعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي التزام الاتحاد بحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية معتبرا ان التهديدات ضدها غير مقبولة وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت وقف ترهيب موظفيها مشيرة الى ان ذلك يعد جريمة شددت المحكمة الجنائية الدولية على ان محاولات عرقلة عمل موظفين او ترهيبهم لابد ان تتوقف ونشر موقع اكسيوس الامريكي مقالا ذكر فيه ان المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لتحذيرات وتهديدات قوية من اعضاء في الكونغرس الامريكي حملة ترهيب تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية في وقت تنظر فيه في ارتكاب اسرائيل جرائم ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة مع تشديده على ان كل محاولات عرقلة عمل الموظفين او ترهيبهم او تأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد ان تتوقف فورا ووفقا لمقال نشره موقع اكسيوس فان المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لتحذيرات وتهديدات قوية من اعضاء في الكونغرس الامريكي خاصة بعد تصريح المحكمة باستعدادها لاصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين اسرائيليين من بينهم بن يمين نتنياهو رئيس المحكمة الاسرائيلية ووزير الدفاع الاسرائيلي جالانت وبحسب موقع اكسيوس فان الحكومة الاسرائيلية هددت انه اذا اصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة اسرائيل فان اسرائيل سترد على السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي الى انهيارها ومنذ بداية العام تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الدعوة التي رفعتها دولة جنوب افريقيا بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة وسبق ان شددت المحكمة على ان الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي امرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي والتي تنطبق على جميع انحاء قطاع غزة بما في ذلك رفح ومن بينها اوامر لمنع القتل والدمار واي اعمال ابادة جماعية في غزة موسيقى 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 بغزة تطمرت تبلش حاجة موسيقى اشتركوا في القناة استهدف قصف مدفعي شرق الجبالية شمال غزة فضلا عن استهداف محيط محطة توليد الكهرباء شمالي مخيم النصيرات هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 34654 فلسطينيا وإصابة 77908 أخرين جراء العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي وذكرت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك الألاف من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات فيما لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأشارت لأن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة مجازر بحق العائلات في القطاع أصفرت عن استشهاد 32 مواطنا وإصابة 41 أخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الأثناء تواصل الفصائل الفلسطينية خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المتمركزة في محور ناتسريم الذي يفصل شمل قطاع عن جنوبه وأكدت الفصائل تمكنها من استهداف ثقنة عسكرية في محور ناتسريم بقذاء في الهون فضلا عن استهداف مقر قيادة لقوات الاحتلال في المحور بوابل من الصواريخ في المقابل أفادت وسائل علام إسرائيلية أنه تم نقل عدد من الجنود المصابين في غزة إلى مستشفيات إسرائيلية عبر خمس مروحيات أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سنتي مكين وجود مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب هذا وأكدت مكين أن السكان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور سبعة أشهر من الحرب مشيرة إلى أن أقوى لها تأتي بناء على ما رأاه البرنامج على أرض الواقع وطلبت المسؤولة الأممية بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق نار والبدء في إطعام أهالي شمال القطاع بطريقة أسرع وإلى الضفة الغربية حيث ارتفع عدد شهداء المنازل الذي هدمته القوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة تول كرم إلى ثلاثة على الأقل بعد انتشال جثماني شهدين آخرين من تحت ركام منزل تم تدمره واختطاف قوات الاحتلال لجثمان الشهيد الثالثة وكانت قوة إسرائيلية قد تسللت إلى بلدة دير الغصوم بطول كرم في ساعة الفجر الأولى وحاصرت المنزل قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها جرفات ضخمة وفرضت توقن عسكريا مشددا في محيط المنزل حيث استمر العدوان والاجتياح الإسرائيلي لمدة 15 ساعة متتالية وذلك بعد أن دمرت البيت المستهدف عبر قصفه بالصواريخ وهدمه بجرفات عسكرية ثقيلة قال رئيس هيئة مقاومة القدار والاستيطان مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1242 اعتداء خلال شهر إبريل الماضي وأوضح شعبان أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 118 اعتداء وفي محافظة رامالله 83 اعتداء ومحافظة الخليل 34 اعتداء بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برينستن الأمريكية إضرابا عن الطعام تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 11 بعد المائتين على التواليه وأوضح طلاب أن قرار الإضراب يأتي ردا على رفض الإدارة الأمريكية تلبية مطالبهم بسحب دعمها لإسرائيل مؤكدين أن بيانات وتقارير الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي هذا واتسع الحراك الطلابي داخل الجامعات في عدد من الدول تضامنا مع فلسطين للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واتسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة منها جامعات رائدة مثل هارفرد وجورج واشنطن ونيويورك وارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتياجات في الجامعات الأمريكية إلى 1700 حراك طلابي غير مسبوق داخل الجامعات اتسعت رقاته في عدد من الدول تضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة يطالب بالأساس بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل من الولايات المتحدة انطلقت شرارة هذا الحراك الحاشد حيث بدأ طلاب رافضون للعدوان الإسرائيلي على غزة اعتصاما في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات طلاب توسعت حالة الغضب لتمتد إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة كجامعات هارفرد وجورج واشنطن ونيويورك ومعهد ماساشو سيتس للتكنولوجيا ونورث كارولاينا وقد ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية إلى ما يقرب من ألفي طالب لاحقا اتسعى الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة إلى جامعات في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وسويسرا والهند وأستراليا حيث شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف العدوان الإسرائيلي ومقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية المشهد تكرر في دول أخرى منها المكسيك حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو سيتي خياما أمام جامعة المكسيك الوطنية كبر جامعات البلاد للمطالبة بوقف الحرب على غزة أما في أستراليا فقد تجمع مئات المتظاهرين في إحدى جامعات سيدني كما يخيم حاليا ناشطون مؤيدون لفلسطين منذ عشرة أيام قبالة جامعة سيدني وعلى الرغم من هذه الحشود الهائلة للطلاب حول العالم لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة في قطاع غزة فهل ترقى تحركات الطلاب لمستوى يؤثر في مواقف صناع القرار في دولهم باتخاذ قرارات من شأنها التاثير أو حتى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب هذا ما ستكشفه الأيام القادمة اشتركوا في القناة قال مشارعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب وجاء في رسالة التي وقع 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء للتجنب المجاعة وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعسفية على المساعدات ما أعقل إمداداته وطلب النواب بايدن بإبلغ نتنياهب أنه في حال إذا استمرت إسرائيل في فرد قيود بشكل مباشر أو غير مباشر على دخول المساعدات إلى غزة فإن الحكومة الإسرائيلية تخطر بأهلياتها للحصول على مزيد من المساعدات الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد فتا حسيسي كثفت القوات الجوية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة يأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ضل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع وتنفيذ لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأضمان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة موسيقى موسيقى وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي موسيقى موسيقى فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفحة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق موسيقى ونشرة سادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها أيضا روسيا تفتح قضية جنائية بحق الرئيس الأوكراني وتضعه على قمة المطلوبين لديها موسيقى ذكرت وكالة تاسا الروسية الرسمية للأنباء نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية أن روسيا فتحت قضية جنائية بحق الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي ووضعته على قائمة المطلوبين ولم ترد في قاعدة البيانات أي تفصيل أخرى وأصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق عدد من السياسيين الأوكرانيين والأوروبيين منذ نشوب الصراع مع أوكرانيا في فبراير 2022 ووضعت شرطة روسية في فبراير الماضي رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة التواني وأعضاء في برلماني لادفيا السابق على قائمة المطلوبين بسبب اتهام موسكو لهم بتدمير أثار تعود إلى الحقبة السوفيتية وأصدرت روسيا أيضا مذكرة اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي أعد العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب أكد مسؤولان أوكرانيين أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على منطقة خاركيف ودينيبرو مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل قصف بنية تحتية حيوية ومباني تجارية وسكانية وأشرت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أطلقت 13 طائرة مسيرة من تراز شاهد استهدافت المنطقتين الواقعتين شمال شرق البلاد ووسطها وأوضح قائد القوات الجوية أن وحدة الدفاع الجوية أسقطت جميع الطائرات المسيرة أكدت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعتها الجوية أسقطت أربعة صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع فوق شبه جزيرة القرم وهي من أسلحة معروفة باسم منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية التي أسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية هذا وقال مسؤولون روس أن أوكرانيا هاجمت القرم بمنظومة الصواريخ التكتيكية في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو وأضافوا أنه تم إسقاط ستة صواريخ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن تصريحات مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول إنهاء الصراع في أوكرانيا هو اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام وكان بوريل أكد أنه دون تزويد الغرب لكييف بالأسلحة فإن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال أسبوعين مع دخول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عامها الثالث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن أوروبا اعترفت بفشلها في أوكرانيا وكان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إنه دون تزويد الغرب لكييف بالأسلحة فإن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال أسبوعين وأبشلت القوات الروسية الهجوم الأوكراني المضاد على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف النيتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن وذمرت القوات الروسية خلال العملية التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير من عام 2022 الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها وعلى رأسها دبابات ليوبرتو الألمانية والكثير من المضرعات الأمريكية والبريطانية بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف النيتو وكان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية القوات الروسية سيطرت خلال هذه العملية على 547 كم مربعا من الأراضي في أوكرانيا هذا العام حيث أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي وأن القوات الروسية تختارق ما وصفه بشبكة المعاقل الأوكرانية وكانت روسيا أعلنت في سبتمبر 2022 بعد سبعة أشهر من العمليات في أوكرانيا أنها ضمت أربع مناطق أوكرانية هي دونيسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا إلى أراضيها رغم أنها لا تسيطر على أي منها بالكامل في المقابل أكدت أوكرانيا أن هذا التحرك هو استيلاء غير قانوني على الأراضي وأنها تعتزم طرد كل جندي روسي من أراضيها بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دروس أدهنوم من جنيف الدول التي تتفاوض على نص حول الحماية من أي جوائح مستقبلية والوقاية منها حثها على التوصل إلى اتفاق وذلك قبل أيام من حلول الموعد النهائي لإقراره هذا وتعمل دول منظمة الصحة العالمية منذ عامين على مسودة اتفاق دولية وبدأت مفاوضات فيما بينها على أمل التوصل إلى توافق وتهدف المفاوضات إلى إنجاز نص لاعتماده خلال الجماعية العالمية لدول منظمة الصحة التي تنطلق في السابع والعشرين من مايو الجارية أكدت الوكالة الوطنية للحد من أثار الكوارث في إندونيسيا أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت في مصر أربعة عشر شخصا في إقليم جنوب سولويزي بينما تم إجلاء مئة وخمسة عشر شخصا وأضافت الوكالة أن الفيضانات أثرت على أكثر من ألف وثلاثمائة أسرة وألحقت أضرارا بأكثر من ألف وثمانمائة منزل لكنها أوضحت أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق تغيرات مناخية غير مسبوقة يشهدها العالم ففي إندونيسيا تحولت الطرق إلى أنهار بنية داكنة في حين جرفت الطيارات المائية القوية المنازل وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على غرب جزيرة سومترا الإندونسية التي حدثت في أوائل العام وهو ما يعد واحدة من أحدث الكوارث الطبيعية القاتلة في إندونيسيا ولم تنتهي الكوارث الطبيعية في إندونيسيا عند هذا الحد فقد واجهت إندونيسيا الفيضانات والانهيارات الأرضية مما تسبب في مقتل عدة أشخاص في إقليم جنوب سولويسي بينما تم إجلاء العشرات الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث أكدت أن الفيضانات التي وقعت في منطقة لوك ريجينسي أثرت على أكثر من ألف وثلاثمائة أسرة وألحقت أضرارا بأكثر من ألف وثمانمائة منزل لكنها أشرت إلى أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق وتتمثل الكارثة حسب رأي المنتدى الإندونيسي للبيئة في قطع غابات الأيكات الساحلية في إندونيسيا لإفساح المجال لمزارع الأسماك مما يزيد من تفاقم آثار تغير المناخ هذا وتوقع المنتدى الإندونيسي للبيئة أن يؤدي تغير المناخ العالمي إلى زيادة درجات الحرارة في إندونيسيا بمقدار ثمانية من عشرة بحلول عام 2030 هذا ويمتد أرخبي الإندونيسيا الفسيح على خط الاستواء إذ تعد هذه الدولة موطنا لثالث أضخم الغابات المطيرة في العالم حيث تواجه العديد من الأنواع والنباتات البرية خطر لانقراض هذا وصنفت وكالة جلوبال كاربون بروجيكت إندونيسيا باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للغازات الدفية التي تعمل على رفع حرارة مناخ العالم وتصدر انبعاثات هذه الغازات عن احتراق الوقود الإحفوري وقطع الأشجار وحرق النباتات المتحللة حيث تعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم شهدت باكستان هذا العام تساقط كمية الأمطار الأكبر خلال أبريل منذ عام 1961 إذ بلغت أكثر من ضعف معدلتها المعتادة في هذه الفترة وفق ما أفادت دائرة الأرصاد الجوية أعلنت السلطات الباكستانية مصرع 144 شخصا على الأقل جراء العواصف والانزلاقات بسبب الأمطار الغزيرة خلال أبريل كانت باكستان قد عانت في عام 2022 من فيضانات مدمرة طالت نحو ثلث مساحة البلاد وتسببت بمصرع 1700 شخص وأثرت على نحو 33 مليون نسمة من السكان ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 56 شخصا و76 مفقودا وأوضح مسؤول الدفاع المدني في البرازيل أن أكثر من 24 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء الفيضانات التي ضربت أكثر من 265 بلدية في ولاية ريو جراندي دي سول كما أنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين خلال الفترة المقبلة بسبب عدم تمكن رجال الدفاع المدني من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة توصل مؤسسة حياة كريمة تفعيل مبادرة سبيل التي عملت على إفطار الصائمين منذ شهر رمضان المبارك وصولا لإفطار الصوم الكبير بعيد القيامة حيث تستهدف المبادرة توزيع وجبات غذائية متكملة وصحية على المستحقين لكنها هذه المرة تأتي بطعم خاص لتشارك المواطنين فرحتهم بعيد القيامة في الكنائس والبيوت من صعيد مصر إلى العاصمة تواصل مؤسسة حياة كريمة تفعيل مبادراتها المختلفة لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومنها مبادرة سبيل التي عملت على إفطار صائمين منذ شهر رمضان المبارك وصولا لإفطار الصوم الكبير بعيد القيامة بيبنحتفل بعيد القيامة المجيد بعد الأسبوع الألام وبعد كده الناس بتبقى صايمة وبعد كده بيبتدوا بقى ليوم توكوس بيحتفلوا بيها بروحوا بيوتهم بفرحانين وكأهم حاجة في الموضوع دي كلها الأمان الناس عايشة في مصر أمان بتعرف تصلي في الكنيسة بتعرف تصلي في الجامع بيتحركوا براحتهم في أي وقت من ساعات النهار ودي حاجة مفرحة لنا كلنا وحاسين بالأمان وده شعب المصر متوجدين النهاردة في حي الشوبرة بنقدم انتهاني لإخوة الأجباط وبنفرح معيهم بنقدم للأطفال الهدايا في شكولتوات والبالونات طبعا دي مش أول سنة متوجدين معيهم احنا متوجدين معهم على طول سنة اللي فاتسوا لقبليها وموجدين معهم في حي الشوبرة وموجدين معهم في كل المنسبات وبرضو الإخوة الأكباط موجودين معنا برضو في كل المنسبات المبادرة تستهدف توزيع وجبات غذائية متكاملة وصحية على المستحقين لكنها هذه المرة تأتي بطعم خاص لتشارك المواطنين فرحتهم بعيد القيامة في الكنائس والبيوت النهاردة حياة كريمة كانت حريصة في وجودها في كنيسة الأنبا أنطانيوس نهاني إخواتنا المسيحيين بعيد القيامة المجيد وطبعا يعني احنا حرسين من رمضان في مبادرة سبيل لتقديم الوجبات للفئات المستحقة فالنهاردة بنستهدف أكتر من 15 كنيسة على مستوى الجمهورية بنستهدف حوالي 2500 مستحق لتقديم الفطار بتاعهم من خلال مؤسسة في حياة كريمة جايين نهاردة انهانا إخواتنا الأقباط بيعيدهم فاحنا كلنا بنبقى واحد معاهم نتشارك فرحتهم جايين نتبع مبادرة حياة كريمة ومبادرة عابر سبيل مبادرة سبيل تأتي ضمن عدد من مبادرات مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين صحيا واجتماعيا واقتصاديا كريم بيبرس التلفزيون المصري مشاهدين والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة شروق عمد يدي في انتظاركم وطائفة من آخر أخبار اقتصادي لكي شروق شكرا ليلى وفطيمة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة رفعت وكالة فيتشل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الاعتماني من مستقرة إلى إيجابية مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات وأشارت وكالة التصنيف الاعتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتجديد السياسة النقضية فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية صفحة جديدة يسطرها الاقتصاد المصري بنجاحات نالت ثقة المؤسسات الدولية المختلفة وترجمتها لإشادات متتالية تكتب فصلا جديدا في مسيرته عنوانه النمو المرن والصلب فصل يأتي بعد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات أزمة النقد الأجنبي التي مر بها مؤخرا معلنا حقبة جديدة ذات آفاق أرحب وطموحات أكبر نحو استدامة واسعة النطاق وتنافسية وريادة إقليميا وعالميا فوفق جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد جاءت خطوات التوحيد سعر الصرف وفق لأليات العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد تكلل هذا المنح بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة الإجراءات الأخيرة قابلتها ردود فعل إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر حطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار وفي ترجمة عملية لهذه الثقة وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهدفة لاستكمال مرحلتين المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق وذلك بقيمة ثمانية مليارات دولار وكالتا فيتش ومودز للتصنيف الاقتماني كانت مواكبتين للتطورات الاقتصادية في مصر أيضا إذ رفعت كلتاهم النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الاقتماني إلى إيجابية مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب يأتي ذلك فيما أوصى بنك جاي بي مورغان في والستريت بشراء إذون الخزانة المصرية لأجل عام كما أكد بان جولدن مانساكس أن الإجراءات المصرية تزيل قدرا من المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول بما سيعني تدفق المزيد من الأموال وانعكاس الأمر على صلابة الاقتصاد بصورته الكلية إلى ذلك ينضي الاقتصاد المصري في طريقه التصاعدي رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان على غزة وتداعياته الاقتصادية على العالم بأسره ليثبت يوما بعد يوم أنه حائط صد منيع أمام أي أزمات حالية أو مستقبلية تبلغ مساحات القمح المنزرعة بمحافظة المينيا نحو 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة ومن خلال صومعة مطحن برتيتي بالمحافظة تم استلام 102 ألف طن قمح حتى الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بلغت مساحات القمح المنزرعة بمحافظة المينيا نحو 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة شايفين أن فيه أقبال شديد من الفلاحيين ومن الشركات في توريد كمية الأقمح السنة نحن وصلنا في أيام موسم في أثناء الزروة لـ 3400 طن يومي ومن خلال سنابل الخير بصومعة مطحن نفرتيتي بالمحافظة تم استلام ألف وطني قمح حتى الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 إردبا عن كل فدان ومن المستهدف توريد 388 ألفا إلى 400 ألف طن بالمحافظة مع نهاية الموسم وتعد المينيا ثانية أكبر محافظة على المستوى الجمهورية في إنتاج القمح حيث وردت قمحا خلال الموسم الماضي بكميات بلغت 500 ألف طن نظرا لوجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمينيا بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 ألف ومائة طن منها 305 ألف طن موزعة على 6 صوامع تابعة لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الصوامع تقتل استيعابية 25 ألف طن لحد مبارك نحن بدينا الصبح النهاردة على 18 ألف وكسور زي ما أنتم شايفين الحمد لله موسم التوريد موسم مبشر وإقبال كبير من الإخوة المزارعين طبعا الحمد لله السعر ممتاز جدا لأن الناس كلها راضية محافظة المينيا تعد المحافظة رقم 2 على مستوى التوريد وتمتلك شركة مطاح المصر الوسطى أربعة مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية تقدر ب46 ألفا ومائتي طن فضلا عن 34 موقع تابعا للبنك الزراعي بسعة إجمالية تقدر ب152 ألفا وتسعمائة طن مدريت تومين المينيا استعدت لاستقبال الموسم التوريد الجمح 2024 باربعة واربعين موقع لاستلام الأقماح موزعين على دائرة المحافظة تشمل جميع المراكز ووصلنا لمعظم القرى وذلك من ضمن إجراءات تسهيل مقدمها الوزارة للفلاح والموارد الأقماح بحث أن نحن نخفض تكليف النقل ونسهل عملية النقل صوامع القمح خطوة اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذا لتوقيهات القيادة السياسية لدعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية دخلت اليوم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى حيز التنفيذ بشكل كامل الاتفاقية التي تم تطبيقها مؤقتا منذ عام 2012 ساهمت في ارتفاع إجمالي التجارة المشتركة بشكل مطرد من 8.7 مليار يورو في عام 2012 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 مليار يورو في 2023 ومع دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ سيتم تعميق هذه العلاقة ذات المنفعة المتبادلة بما يتيح المزيد من الفرص للشركات والمجتمع المدني على كل الجانبين منحت المفوضية الأوروبية تقييما أوليا إيجابيا لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق تعافي والقدرة على الصمود بقيمة 7.5 مليار يورو وأكدت المفوضية أن فرنسا قد أكملت بشكل مرد شروط صرف الدفعة الثالثة والتي تغطي المعالف والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى أكدت الوكالة الكندية لفحص الأغذية أنها شددت قيود الاستراد على الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من فيروس أنفلونزا الطيور وزدت المخاوف في الولايات المتحدة من انتشار الفيروس بين الحيوانات والبشر مع ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى بين قطيع من الماشية المنتجة للألبان في الخامس والعشرين من مارس الماضي وحالة الإصابة البشرية الثانية خلال عامين في الأول من إبريل ومنذ عام 2022 أصابت أنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة أكثر من تسعين مليون دجاجة وأكثر من تسعة ألاف طائر بري وأربعة وثلاثين قطيعا من الماشية المنتجة للألبان انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة ومن جديد عودة إليكم فاطيمة وليلة شكرا نشروا أمد الدين على هذه الوقفة الاقتصادية ومشاهدين لم يتبقى في هذه النشرة سوى تذكرة بأهم العنوية الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئ البابا طواضرس الثاني وجميع أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيدة على هامش القمة الإسلامية بجامبيا شكر يطلع نظيره الإيراني على جهود مصر للوصول إلى هدنة ووقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة بالتزامن مع استئناف مفاوضات الهدنة في القهرة قوات الاحتلال تواصل عدوانها في أنحاء غزة والفصائل تستهدف القوات المتمركزة في محور نتسارينا شاهدين وصلنا ختم هذه الجولة الإخبارية من تلفزون مصري نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء دمتم في أماننا إلى اللقاء اشتركوا في القناة